إذن بالفعل ارتفعت الخسائر الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنهاية العام 2014 بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 لتصل إلى ما يقارب 3 مليارات درهم إماراتي الشركة أعادت هذه الخسائر وسبب الارتفاع فيها إلى هبوط أسعار النفط هذه هي خسائر 2014 التي كانت مفوق 3 مليارات وهذه خسائر 2013 والتي كانت أيضا مفوق المليارين ونصف المليار درهم إماراتي طبعا أيضا سمعنا من الشركة بأنه لن يكون هناك توزيع أرباح نقية على المساهمين خلال العام الماضي 2014 دعونا نتابع الآن مع البريك داون لأرقام هذه التراجعات والخسائر الشركة قالت بأنه كان أهم أسباب ارتفاع خسائر الشركة للعام 2014 هي كالتالي بداية لدينا مصاريف تشغيلية استهلاق ونضوب طبعا هنا نرى المقارنات ما بين 2013 ومع 2014 أيضا مصاريف الحفر الجاف خصصات الانخفاض في القيمة واستبعات شركة تلاف طبعا التي كانت أيضا احتسبت ب2013 وما كان فيها أي أرباح ب2014 ولكن كل هذا كان يندرج طبعا تحب المصاريف وكما ذكرت السبب الرئيسي قالت الشركة كانت تراجعات أسعار النفط التي أثرت بشكل رئيسي على ربحية الشركة ب2014 لنتابع الآن عن توزع إيرادات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة حسب القطاع لأنها تشتغل بأكثر من قطاع من أبرز النفط والغاز اللي بتجي منها الإيرادات الأكبر يأتي بعد ذلك الكهرباء والماء الوقود تخزين الغاز وأيضا هناك بعض الأنشطة الأخرى في قطاعات أخرى أيضا كان لها بعض الإيرادات للشركة طب هذا النشاط أين يتركز في أي بلدان الآن؟ لاحظوا معي الأكثر في الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك تأتي أمريكا الشمالية وقبل ذلك المملكة المتحدة التي كانت أيضا قد ارتفعت فيها الإيرادات ب2014 أكثر من أمريكا الشمالية هولندا أيضا لها نصيب أفريقيا وباقي الدول وطبعا كما ذكرت كنا قد رأينا سهم هذا الشركة يتراجع في جلسة يوم الأربعاء بأكثر وبحوالي 10 نقاط مئوية خسائر من بعد ارتفاع الخسائر على سهم شركة الطاقة من جديد أعود أذكر بأنه عزت هذه التراجعات وهذه والتفاقم في قيمة الخسائر إلى أسعار النفط المتراجعة ترجمة نانسي قنقر